بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد في مادة الدراسات الأدبية في الصف الثالث الثاني ويكنا قد تحدثنا في درس الماضي عن أدب تعريف الأدب بدايات طبعا نخذنا بداية مقدمة لماذا ندرس الأدب ما التعريف اللغوي وما التعريف الاصطلاحي ثم عرفنا أيضا أنواع الأدب فنون الأدب كذلك لماذا ندرس الأدب ثم تحدثنا عن التحقيب فترة التحقيب ولماذا قسم أدب إلى عصور وعرفنا أيضا كيف أن هناك بعض أنواع التقسيمات الكثيرة لكن تقسيم الأدب إلى عصور من عصر الجاهل حتى العصر الحديث هو الذي طغى على دراسة الأدب حتى في أغلب الكتب التي ألفت في الأدب اليوم نستكمل الحديث هنا أيضا عن الأدب لكن ندخل إلى الأدب القديم نحن عرفنا أيضا أن الكتاب المقسم من القسمين القسم الأول منه فيه الحديث عن الأدب القديم القسم الثاني الحديث فيه عن الأدب الحديث الأدب القديم من عصر الجاهلي حتى نهاية عصر الدول تقريبا المستابعة ونهاية العصر العباسي ثم مع ذلك الأدب يسمى بالأدب الحديث وسنعرف أيضا كذلك قسم خاص بالأدب السعودي قبل أن نبدأ هنا تحدث فيه عن المقدمة الوحدة عن الأدب الجاهلي سنعرف أهم الأهداف التي يعني المفترض أن تعرفها والتي تصل إليها ثم بعد ذلك سنعرف أيضا العصر الجاهلي وكذلك مفهوم العصر الجاهلي وثم بيئة الأدب في العصر الجاهلي وبعد ذلك حياة العرب يشاركني في تقديم هذا الدرس في لغتي لإشارة الأستاذ عبد السلام المغيني العنوان الوحدة الأدب القديم بعد أن بدأنا بالمقدمة وعرفنا معنى الأدب وتعريف الأدب والتحقيق هنا في بداية هذه الوحدة في الأدب القديم أهداف الوحدة أن يحدد الطالب مفهوم الأدب أن يعرف الطالب مفهوم الأدب وفنونه وأغراضه والهدف منه كذلك يتعرف طبيعة العصر الجاهلي وهذا مقصود به بالأدب القديم وبئته وبعض القضايا المتعلقة به أيضا يتعرف واقع الشعر والنثر في العصر الجاهلي أيضا يستنتج خصائص شعر العصر الجاهلي ونثره ويضا يتعرف أثر الإسلام في العرب ويضا يتعرف واقع النثر والشعر في صدر الإسلام هذا في الأدب القديم أهم الأهداف في هذه الوحدة أيضا يميز موقف الإسلام من الشعر لمجال إسلام كيف وقف من الشعر أيضا يستخلص من النصوص أثر الإسلام في الشعري والنثر أيضا يتعرف الملامح العامة للعصر الأموي وأثرها في الأدب كذلك يستخلص أثر بيئات العصر الأموي في الشعر أيضا يتعرف متغيرات العصر العباسي وأثرها في الأدب وهذا كله في الأدب القديم الأموي والعباسي أيضا يتعرف مظاهر تطور النثر العباسي والعوامل التي أدت لهذا التطور أيضا يحلل بعض النصوص الأدبية والخصائص الفنية لبعض الشعراء والأدباء أيضا يتذوق جماليات النص الأدبي ويستخرج من النصوص النثرية السمات الفنية البارزة للنثر ويحفظ بعض النصوص الأدبية وهذه من أهم الأهداف التي فيها مفترضا يتحلى بها الطالب في هذه الوحدة لنبدأ على بركة الله الوحدة الأولى الأدب في العصر الجاهلي هذا هو رابط الدرس الرقمي بمكانك الدخول ومشاهدة هذا الدرس الموضوع الأول مفهوم العصر الجاهلي مفهوم العصر الجاهلي قسم علماء الأدب العربي الأدب وفق حقبه التاريخية وعصوره الأقسام متعددة مبتدئين بأدب العصر الجاهلي فمرورا بعصور الدول الإسلامية المتعاقبة وانتهاءا بالعصر الحديث وسيكون موضوع هذه الوحدة هو العصر الجاهلي والمقصود بالعصر الجاهلي هي تلك المرحلة التي نضج فيها الأدب ووصلت أخباره وذلك في الحقبة الزمنية التي سبقت بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واستمرت قرابة قرن ونصف من الزمان يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يحسب قبلها قرن ونصف أو 150 سنة هذا هو ما يسمى بالعصر الجاهلي مفهوم الجاهلية في سبب إلصاق هذه الكلمة الجاهلي بهذا العصر جدل بين المؤرخين فمنهم من جعل هذا المعنى مرادفا لعدم العلم بمعنى أن الجهل هو ضد العلم فوصف العرب بالجهلي وعصرهم السابق للإسلام بالعصر الجاهلي ومنهم من جعله مرادفا للطيش وحدة الطبع وعدم الحلم لأن بعض العرب كانت تمارس وتقول ما قاله يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين غير أننا لا يمكن أن نصف العرب بالجهل المرادف لعدم العلم لأن العرب وإن كان أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب قد كانوا يتواصلون بلغة راقية نزل بها كتاب الله وفقها وكان لهم من الحكمة والتجربة والنضج وصفاء الذهن وسرعة البديهة الكثير مما أفصحت عنه أشعارهم وخطبهم وقصصهم وأخبار منتدياتهم وأسواقهم ويعدوا أدبهم أرقى الأداب في أيامهم ولا يزال إلى عصرنا الحاضر من أبرع النماذج الأدبية وبالإضافة إلى ذلك فقد عرف عنهم معرفتهم بالفلك والقيافة والقيافة هنا تتبع الأثر كما لا يمكن أن نصف العرب بالجهل المرادف لعدم الحلم والسفة والطيش وقد بعث النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاقهم ويشيد بكثير من صفاتهم وقد عبر أدبهم عن سجايا كريمة وصفات نبيلة تنافسوا فيها وهذا كله لا يعني نفي ما عند بعضهم من طيش وعصبية وسفة وما كان يحدث بينهم من ثارات وحروب تطول حينا وتقصر حينا آخر والذي يظهر أن سبب تسمية هذا العصر إنما يعود أو بالجاهل إنما يعود تسمية القرآن الكريم إنما يعود تسمية القرآن الكريم له كما ورد في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وكما في الحديث الذي رواه أبو هريرة ربي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا وهي بهذا تسمية دينية لحقبة من الزمان سبقت بزوغ فجر الإسلام وابتعد فيها الناس عن منهج الرسل والحنيفية السمحة وتقربوا إلى الأصنام والأوثان وعبدوها وظهرت فيها عند العرب خاصة بعض الجهالات كالعصبية القبلية وكثرة الحروب والثارات ولا شك في أن هذه التسمية لم تعرف إلا بعد بزوغ فجر الإسلام وشيوع نوره وما أحدثه من تغيير في العرب إذن تسمية عصر الجاهلي مقصود به الفترة التي سبقت الإسلام وسماها القرآن معنى أنها فترة قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم وليس معناها ضد العلم أو معناها هو السفه أو الطيش هنا بعض النشاطات التعلم هنا حوار صفي ما معلوماتك السابقة أو معلوماتك حولها عن العصر الجاهلي تحدث عن عصر الجاهلي ماذا تعرف عن عصر الجاهلي دون أبرز ما تعرف ماذا تعرف عن عصر الجاهلي كيف كانوا أهم حروبهم نزاعاتهم قصائدهم أدبهم إلى آخره أيضاً إثنان إلى أي وجهات النظر تميل في تحديد مفهوم الجاهلية ما رأيك هل تميل إلى أن الجاهلية بمعنى ضد العلم أم أنها ضد الحلم أم أنها الذي أنها سميت طبعاً هم عندهم علم نحن رددنا على ذلك وعرفنا أنهم ليسوا كلهم أيضاً فيهم سفه وطيش وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث إنما بعثتوا لي تميم مكارم الأخلاق يعني أن عندهم أخلاق حسنة وفيهم أيضاً قول راجح وفيهم أيضاً أصحاب حكمة وعرفوا أيضاً بحكمهم ورجاحة عقولهم إذن من فهوم الجاهلية نرى أنه أنه الفترة سبقت الإسلام وهذا هو التسمية الصحيحة التي سماها القرآن إنهم ذكرت أيضاً في القرآن ونمتعرف أصلاً إلا بعد بزوغ فجر الإسلام وبعد بيثة النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما معلوماتك السابقة عن عصر الجاهلي ما هي المعلومات السابقة عن عصر الجاهلي تميل هنا سنقول مثلاً العصر الجاهلي ذاك العصر الذي سبق ظهور الإسلام هو عصر سبق ظهور الإسلام بقرن ونصف من الزمان على أرجح الأقوال طبعاً قبل ذلك لا نعرف عنه شيء أو لم يصد إلينا شيء لم يدري شيء وإنهم تحدثوا عنه وكان عرب فيه ثقافات ومعارف وعادات وأقرب الآراء في سبب تسمية هذا العصر تلك التسمية هي انتشار الحروب والحماقات بعضهم قال أن هذا رأي من الآراء أن العصر الجاهلي وانتشار الحروب ما رأيك؟ هل هذا صحيح؟ من معلومات الجاهلية هو السفة هو الطيش وانتشار الحروب أم أن التسمية الحقيقة هي أن الإسلام لما جاء سمى العصر الجاهلي مقصود به قبل بزوغ فزر الإسلام هنا نشاط بحثي بإمكانك أيضاً أن تكتب أنت وزملائك وهذا ما تروكل لك يعد هنا علماء الأدب العصر الجاهلي أول عصور الأدبية لأدب العربي هو يعد أول عصور الأدبية ابحث بالتعاون مع زملائك في وحدات هذا الكتاب ومراجعك الأدبية عن عصور الأدب العربي الأخرى اذكر بعض العصور الأدب العربي الأخرى وفتراتها ثم دون ما توصلت إليه معهم أنت وزملائك أو أنت وزملائك بإمكانك أيضاً أن تدون عن تلك العصور وأن تتحدث عن تلك العصور وأن تذكر أيضاً عصور تختلف عن عصر الجاهلي بحث عن أي عصرين بإمكانك استعانة أيضا أو بإمكانك استعانة بهذا الكتاب أو بكتب أخرى هنا بيئة العرب في العصر الجاهلي هنا البيئة بيئة العرب في العصر الجاهلي طبعا البيئة الجغرافية أولا استوطن العرب شبه جزيرة العرب وهي وإن تباينت جغرافيتها ما بين أنجاد وسهول وهضاب وسواحل بحار لأن رقعتها الشاسعة كانت صحراء تمتاز بسطوع شمسها وكثرة مخاطرها وتقلب رياحها وتوحش حيوانها وتمتاز في المقابل بصفاء سمائها وتلألؤ كواكبها وطلاقة هوائها ورحابة فضائها ولا شك في أن الإنسان يتأثر بأرضه فتطبعه بطابعها وتلون أخلاقه بلون تضاريسها ومناخها حتى لقد قال أحد علماء الاجتماع صفوا لي طبيعة أرض أصف لكم سكانها وسنرى في موضوعات هذه الوحدة كيف عاش الشاعر الجاهلي على وجه الخصوص متأثرا بالصحراء يستمد منها عناصر خياله يتغنى بها ويغني لها وظهرت في شعره بمظاهرها الطبيعية المختلفة كما ظهرت بحيوانها الأليف وحيوانها الشارد وكثيرا ما وصف ليلها ومطرها وسحابها وسرابها وكان إحساسه بها عميقا صادقا لا زيف فيه ولا افتعال حياة العرب الاجتماعية والخلوقية والثقافية هنا حديث عن بيئة العرب وكيف أنها كانت صحراء قاحلة وأثرت على الأديب نفسها أو على الشاعر هنا الحياة الاجتماعية كيف كان العرب قديما كان العرب قديما مثل غيرهم مجتمعا قبليا القبيلة فيه مقدمة وأمرها مطاع والمرء منهم غالبا ما يكون على دين قبيلته في رشدها وغيها يقول دريد ابن الصمة وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي يعني أنا معهم إن غووا أو إن كانوا في جهة الرشد فيه وقال القريط ويقول قريط ابن أنيف التميمي يقول قوم إذا الشر أبدى ناذجيه لهم طاروا إليه زرافاتا زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا يعني إذا طلب منهم الفزع أو إذا طلب لهم المساعدة فإنهم سيساعدونه بدون أن يسألوا حتى عن السبب وقد كانت العرب بين أهل مدر وأهل وبر فأما أهل المدر فهم الحواضر وسكان القرى وتعدادهم قليل وكانوا يعيشون على الزراعة والماشية والضرب في الأرض للتجارة أما أهل الوبر الذين يعدون أكثر في ذلك العصر فهم من يسكنون الصحراء وكانوا يعيشون على ألبان الماشية ولحومها منتجعين منابت الكلأ مرتادين مواقع القطر فيحلون هنا ما ساعدهم الخصب وأمكنهم الرعي ثم يرتحلون إلى جهة أخرى لطلب العيش وابتغاء الماء فلا يزالون في حل وترحال وكانت القبيلة منهم تحمي مواقع السحاب مقصود به المواقع التي تسقط فيها الأمطار فلا يرعى غريب حماها ولا يرد ماءهم إلا بإذرهم ولطالما نشبت حروب بين القبائل من أجل بئر روية أو مكان معشوشب كما قال شاعرهم ونشربوا إن وردنا الماء صفوا ويشربوا غيرنا كدرا وطينا وقول الآخر إذا نزل السحاب بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا أما على المستوى السياسي فقد كان العرب على قسمين أولا قسم لهم مسحة سياسية وهؤلاء يعيشون في إمارات كإمارة المناذرة في الحيرة التي أنشاء الفرس جنوبي دولتهم وإمارة الغساسنة في بصر التي أنشاءها الروم جنوبي دولتهم وإمارة كنده في بعض نواحي نجد التابعة للتبابعة في اليمن ويمكن عد مكة من هذا القبيل حيث كان لها نظام سياسي ينظمها اثنان قسم لهم لم يكن لهم وضع سياسي قسم لم يكن لهم وضع سياسي فهم تبع لقبائلهم وهذا هو الأغلب وتخضع كل قبيلة لسيدها إذن هنا في تقسيم المستوى السياسي العرب قسم لهم مسحة سياسية يعني أنهم إمارة تتبع لهم مناذرة في الحيرة والغساسنة كذلك وكنده في نجد وبعضهم عد مكة من هذا القبيل أو في قريشنا أنها كانت لها نظام سياسي قسم لم يكن لهم وضع سياسي وهم قبائل وتخضع كل قبيلة لسيدها الحياة الخلوقية أما أخلاق العرب أخلاق العرب قد كان منها أخلاق كريمة أصيلة وهذا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بعثته لتمم مكارم الأخلاق ومن تلك الأخلاق والخصال كريمة الكرم والشجاعة والفروسية وعزة النفس والعفة والشرف وكره الذل وصيلة الرحم وحسن الجوار وإغاثة الفقير والملهوف والحلم والصدق والأمانة والوفاء كما كان لبعضهم أخلاق جفاء يتخذونها وسيلة لغاية حميدة كالثأر والنهب والسلب والعصبية القبلية ومنها ما كان مقبولا في الجاهلية حتى جاء الإسلام فأنكرها يعني بعض هذه الأخلاق السيئة كانت مقبولة في الجاهلية ويعدونها من أخلاق الحسنة ومن ذلك الميسر والخمر والفخر بالأنسابي والنياحة والطيرة والكهانة وجاء الإسلام وزال ذلك وعرفهم الحياة الثقافية والدينية هنا في حياتهم أيضا العرب الثقافية والدينية تقدم أن العرب كانوا أهل بلاغة وفصاحة العرب كانوا أهل بلاغة وفصاحة لذلك نزل القرآن تحديا لهم ولذلك تحداهم القرآن الكريم في أخص خصائصهم وأبرع فنونهم وهي البلاغة في مواضع عديدة كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فقد عرف العرب عددا من الفنون الأدبية كالشعر والخطابة كما عرفوا القيافة وعلم الأنساب والكهانة والفلك وكان لهم منتديات وأسواق للتجارة والتحكيم في الخصومات ومفادات الأسرى والتشاور في المهمات والمفاخرة بالشعر ونقده والاستماع للخطب وبث الآراء الإصلاحية من دينية وأخلاقية ومن هذه الأسواق سوق عكاب وهو الأشهر ويقام بين مكة والطائف من أول ذي القعدة إلى العشرين منه سوق مجنة وكانت تعقد في آخر عشرة أيام من ذي القعدة سوق ذي مجاز أو ذي المجاز وكانت تعقد في أوائل ذي الحجة إلى موعد الحج والمجنة وذي مجاز على مقربة من سوق عكاب هذه أسواق العرب كانت في العصر الجاهل ونعلم من فوائدي هذه الأسواق تقريب لهجات قبائل العرب التي كانت تأتي للحج والتجارة في الأشهر الحرم وقال الأزرقي كانت قريش تقول لا تحضروا أسواق عكاب ومجنة وذي مجاز إلا محرمين بالحج فكان الجميع يتعاملون مع تجار قريش وإذا خاطبون بلهجة قريش إذن أصبح هنا كأنها وحدة اللغة بلهجة قريش التي قويت ثم ازدادت قوة بنزول القرآن الكريم بها وهذا أن حكمة من الله عز وجل أن جمع أغلب القبائل العربية على لهجة قريش أو على لغة قريش أما الحياة الدينية فمما تقدم ذكره يتضح أن كثيرا من العربي قد عبدت الأوثان هذه في حياة الدينية لتقربها إلى الله زلفة أو لتكون شفيعا لهم عند الله ولكنهم مع ذلك مع كل ذلك كانوا مؤمنين بتوحيد الربوبية فعرفوا أن للكون خالقا وأثبتوا لله الرزق والإحياء والإيماتة وملك الكون وشهد لهم القرآن بذلك وقد كان لهم بعض المناسك وبخاصة في أعمال الحج ويصدق ذلك قول النعمان ابن المنذر يصف ديانة العرب في حضرة كسرى وأما دينها وشريعتها فإنهم متمسكون به حتى يبلغ أحدهم من نسكه بدينه أن لهم أشهرا حرما وبلدا محرما وبيتا محجوجا ينسكون فيه مناسكهم فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه وهو قادر على أخذ ثأره فيحجزه كرمه ويمنعه دينه أن يمسه بأذى لكن ذلك لا يعني نفي شركهم بالله بل مجاعة الإسلام إلا لإزالة هذا الشرك كما كان بعضهم على ملة إبراهيم عليه السلام وبعضهم على النصرانية أو اليهودي ومنهم قليل ممن عبدوا النار بعض النشاطات هنا نشاط تلخيصي يمكنك أيضا تلخص يبالغ البعض في ذم عرب الجاهلية ووصفهم بالأوصاف الشنيعة وتجاهل ما لديهم من بعض الصفات الحميدة هنا عندهم صفات حميدة هم يذمون أيضا ما فيهم من صفات من خلال ما عرفت عن عصر الجاهلي اكتب أنت في أقل من عشرة أسطر مقالة موضوعية تصف فيها حال العرب قبل الإسلام صف العرب قبل الإسلام ونتحدث عن ذلك من خلال ما قرأت بإمكانك أيضا العودة إلى المراجع وهذا متروك لك أن تتحدث وأن تذكر وأن تقرأ أيضا عن حال العرب قبل الإسلام هل كل أخلاقهم سيئة؟ هل لديهم أخلاق حسنة وحميدة؟ بدلين الإسلام جاء وأتم وتمم ذلك كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا نشاط تعليمي شفهي قال مرؤ القيس لاحظ هنا واصفا ترى بعر الآرامي في عراساته هذه من معلقة مرؤ القيس وسنأتي إليها وقيعانها كأنه حب فلفلي وقال أمية ابن أبي الصلت مادحا تباري الريحة مكرمة ومجدا إذا ما الكلب أجحره الشتاء وقال المهلهل راثيا سقاك الغيث إنك كنت غيثا ويسرا حين يلتمس اليسار بالمظاهر الصحراوية التي تبرز في هذه الأبيات أهم المظاهر الصحراوية التي تبرز في هذه الأبيات جميل نقول مثلا الرياح الشديدة وكذلك حيوانات الرعي بعر الآرام وإيضا المطر من سقاك الغيث وهذه أيضا بعض المظاهر التي ستكون في الصحراء عند العرب وكذلك إذا ما الكلب أجحره الشتاء أيضا دخول في تقلبات أيضا الفصول فصل الصيف فصل الشتاء هنا يقول ذو الأصبع العدواني ينوم بن عمه على معاداته وله وتأليبه لعداء عليه ويفاخر بنفسه وخلقه إني لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديقي ولا خيري بممنون ولا لساني على الأدنى بمنطلق بالفاحشات ولا فتكي بمأموني ويقول عن ترى بن شداد وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها ويقول الأعشى الضيف أوصيكم بالضيف إن له حقا علي فأعطيه واعترف والجار أوصيكم بالجار إن له يوم من الدهر يثنيه فينصرف اقرأ هذه الأبيات قراءة معبرة ثم استخرج منها بعض صفات العرب الحميدة التي كانوا يفخرون بها ما هي صفات الحميدة التي كانوا يفخرون بها العرب هنا أني ما بابي بذي غلقين عن الصديقي وأيضا هنا أغض طرفي ما بدت لي جارتي أن تره وكذلك العشى عندما قال والضيف أوصيكم بالضيف وأيضا قال والجار هذه كلها صفات صفات حسنة كانت عند العرب وكانوا يتفاخرون بها ونقول هنا الإباء والعزة والفخر بالنسب كذلك الكرم والنجدة والعفة والنصح وصفات العرب التي ذكرت أيضا من كثيرة هذا ما أردنا أن نرده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين